ترجمة نانسي قنقر بعدما اصطفى الله لتحمل مقاصد الرسالة والقيام بأعبائها النبوة اصطفاء من الله وعطية إلهية ومنحة ربانية فهو سبحانه يخلق من يشاء ويختار يختار الأسكى والأكمل والأجدر لتحمل مقاصد الرسالة والقيام بأعبائها وهو سبحانه وتعالى عليم بخلقه وبمن يصطفيهم وبمجرد وصوله إلى عالم الدنيا بدأت أنواره تستع على كل أهلها وظهرت رحمته بوضوح على الجميع ذلك غيض من فيض ما يقال في نبينا المصطفى الأكرم صلى الله عليه وسلم فحبه عليه الصلاة والسلام دين وإيمان وطاعة وقربان كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أيها المؤمنون والمؤمنات أما لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوق كل نفس ونفيس فلأن هذا النبي الكريم كان سببا لهدايتنا ونجاتنا من عذاب الجحيم فإحسانه لنا لا يقابل ولا يوازى ومعروفه علينا لا يقدر ولا يجازى ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وخير خلقه وسيدهم اختاره الله للقيام بأشرف واجب وأعظم رسالة خالدة فهو أكرم الناس خلقا وخلقا وهديا جمع الصفات الحميدة والخلال الفريدة والسمات الجليلة والمكانة الرفيعة التي لم ولن تجتمع في أحد من الخلق سواه ولم تخل حياته صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات وخوارق العادات وقد بيّن الله تعالى بيانا تاما وبجلاء بعض الحكم والمقاصد لمبعث رسوله بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد بلّغ النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أتم بلاغ وأوضحه وقال في حجة الوداع في ذلك المحفل الكبير والجمع المهيب ألا هل بلّغت؟ قالوا نشهد أنك قد بلّغت وأديت ونصحت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر